كبير فني ببرتوغالي ولكن فنيا الفارق كبير جدا وجدت نظري يعني أنا لسه ما شفتش الفارق الكبير يعني هو على مستوى النتائج طبعا عامل نتائج كويسة وبالنسبة للفترة اللي قاعد فيها المباريات يعني أنا بس هتكلم في البداية عن النتائج النتائج كويسة جدا يمكن كل قصة دي متغلبش غير مباراة واحدة قدام تونس شكل اللعب طبعا عنده شكل هجومي وكسب فيه متشاط كسب فيها بسكور وكده اختيرات واضح أنه هو متابع جيد للدور المصري أو سواء اللعبة اللي هي المحترفة احنا يعني أنا عن نفسي أو المصريين لسه عايزين يشوفوا شكل بقى للفريد يعني شكل وهوية المتخب مصري أنه له شكل معين بيلعب بطريقة معينة بيلعب بشكل معين نتائج كويسة وإحنا ماشيين واحدة واحدة وإحنا راضيين ومشيين ومنساند كالعادة يعني مع طبعا مع أي مدرب يجي نأمل بقى أن بداية الانطلاقة وبداية بقى أن هو يعمل البصمة والثقة بالنسبة للجمهور هو كاس أمم اللي غايبة بقى لها سنين طويلة ومصر طبعا أكتر دولة في إفريقيا واخد حصلة على البطولة فلما ترجع البطولة على إيده بعد الفترة دي كلها سيبتدي بقى نتكلم بقى في قصة تانية أو في خطوة تانية على كاس عالم بقى خلاص بقى نتكلم يبتدي كمان الطموح يزيد أن احنا عايزين طبعا إن شاء الله كاس عالم بس كمان كاس العالم بقى شاكل لأن احنا برضو محطوطين في مزنى بالنسبة للكورة العربية والإفريقية أن في فرقة زي المغرب عملت ووصلت ومش وصلت بس ده وصلت لمراحل متقدمة جدا نتائج وأداء فاحنا بنتمنى لأن احنا المفروض أن مصر نمر واحد سواء في وسط إفريقيا أو الدول العربية أستاذ عصام هل استطاعت فيتوريا أن هو يصحح من علاقته بالإعلام بمعنى أن هو أول ما جي وبعدها بشوية قال كم كلمة كده قال لك إيه ما يعني أنا مش هنفس على حاجة أنا ما وعدتش